إيه الرسالة اللي وإحنا بننظر لهذه الأعمدة العظيمة تظن أن هذه الحضارة ترسلها لنا؟ والله أنا قبل ما جيلك فكرت في حاجة جميلة لقيت فيه نص هيروليفي النص ده تركه فنان عبارة عن إنشودة مصرية كتبها المصر القديم على جدران معبد لعصر في قاعة الملك تتعانخة أمون قاعة الـ 14 عمون شوفوا بيقول إيه بقى بيقول إلى هؤلاء الذين يمرون على الطريق الناس اللي بتمر على الطريق بيقول لهم إيه بقى هناك مكان للشرب مكان بالناس نشرب فيه ومكان للصمر بيصهروا في هذا الاحتفال وبعد كده تعالوا معنا نشرب ونغني تعالوا نحب أمون الإله أجمل كلام في الدنيا وأجمل إنشودة تركها لنا فنان من 3000 سنة وإحنا النهاردة بنحتفل بنتكلم وبنسقف وبنغني وبنقول للعالم كله مصر الجميلة العظيمة أنا بشكرك دكتور زاهي بشكرك أيضا على كل الاكتشافات الجديدة التي يعني ما زال دكتور زاهي حواس لديه هذا الشغف إنه يدور ويفحط يعني يحفور الأرض ويبحث عن العشق أنا عشقة الأثار لو حد بيعشق حاجة صغيرة بيخليها كبيرة العشق ده جوه قلبي أنا أعتقد أنني مش هيجي لحظة في حياتي أقول أنا بعتزل لا أنا هلعب كرة على طول وأظن أن الآثار أيضا قد عشقتك الحمد لله أشكرك أشكرك دكتور زاهي حواس نخرج فاصل ونواصل هذه الحلقة وهذه التغطية في انتظار حفل افتتاح الكباش